السلام عليكم لبنات ومرحبا بكم في قناة كويزين بنت شرشل جيتكم اليوم وجبت لكم غاطة يجيب بزاف بزاف ابنين مكونات وبسيطة وموجودة في كل بيت نتمنى ان شاء الله يعجبكم اذا عجبكم ما تنساوش جامل الفيديو وتعليق والبرتاج ونبدأوا على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير هنا عندي ربع حبات بطاطا وثلاث حبات بدنجا ليكونوا متوسطين وهنا دايما يبقى على حساب افراد العائلة نبدأ بسم الله هنا نقطع البطاطا تعي كما راكم تشوفوا مربعات صغيرة ما تكونش خشينة وما تكونش رقيقة بهذا الشكل راح نحط لها شوية ملح ونحطها نقليها نقليها عادي في الزيت نفس الشي بالنسبة للبدنجا نقشروا نغسلوا ونقطعوا هو تاني هكذا بمربعات صغيرة بهذا الشكل ما نقطعوه شي يعني ما يكونش رقيق وما يكونش خشين بزاف بهذا الشكل نقطعوه كامل وراح نحطوه هنا نحط كمية تعال الزيت في مقلع ما نكتروش بزاف نخليها تسخن ونحط نصف الكمية تعال البدنجال نخلي هي تقلع هنا بلا ما نكتر بزاف الزيت نعرفوا لي البدنجال يشرب بزاف الزيت نحط نصف الكمية والكمية اللي بقات نخليها من بعد نخلطه ملاح ونخليه يعني نغطيه ونخليه حتى اللي يطيب بعد ما نشوفو تقلع ملاح وطعب كما راكم تشوفو هنا يدخلو طيابة اللون تعود حمر نحط له شوية تعال الفلفل الكحل ونحط هنا يا بابي ابصوبان في طبصي ونحيه نحيه كامل ونحط الكمية اللي بقات نفس الشي يعني ونخليه يطيب بعد ما يطيب نحيه ونخليه بجاه بعد ما طعب البدنجال ونحيته هنا في نفس المقلع نحط زوج مغارف كبار تعزيت ونحط هنا يا نصف صدر الدجاج كنت قطعت له مربعات صغيرة ونخليه يتقلع ملاح حتى اللي يدي لون يعني يتحمر نخليه يتقلع ملاح بعد ما يتقلع ويدي لون راح نحط عليه بصلة تكون متبسطة قطعتها مربعات صغيرة ونخلي البصل اللي يتقلع ملاح مع المعالجات ونخلطه ملاح ونحط هنا بالنسبة للتوابل راح نحط هنا كميات على الملح ونحط كميات على الملح وشوية فلفل الكحل وشوية كوركم وسكنجبير راح نضيف ملعقة صغيرة او لملعقة كبيرة ما تكونش مع مراملح تعال طماطم مصبرة وملعقة صغيرة تعالى مطغد راح نخلط كل شي مع بعض ونخليهم يتقلع ونخلي طماطم مصبرة تتقلع مع البصل والجاج ولموا تاخد هنا راح تمدلنا بلنا تبديد يعني في البنا نخلط كل شي ملاح ونخلي البصل يتقلع ملاح مع الجاج حتى اللي يدبال بعد ما يتقلع ملاح كما راح كنتشوفون هيا البصل تعيد بال وتقلع ملاح مع الجاج راح نضيف هنا زوج طماطم زوج حبات الطماطم اللي يكون تربيتهم طماطيش تكون متفسطة ما تكونش كبيرة بزاف نخليها تتقلة ملاح مع الجاد بعد ما نشوف طماطيش تعيد قلة ملاح ودبالت نطيف هنا يا نصف كاس حكذا باش الجاش تعنا يكون فيه حشبيات على السوس والقراطن تعنا ما يديش ناشف رح نخلطه ملاح ونخليه يغلي حوالي دقيقة ونطفع له حوالي دقيقة كما قلت لكم ونطفع عليه هكذا بشمت ماء وتيشرب من الجهة اخرى رح نحضر سلسطة الجبن هنا في طاستان ميكسر ولا اي حاجة مولفين تخدموا فيها هنا عندي نصف كاس ولا اقل من نصف كاس بتاع الزيت نزيد عليه نصف كاس حليب ونضيف قطعات جبن مربعات هذا الجبن الطري نضيف قطعه كاملة ونخلط هنا رح نخلط ملاح بالمكسر بعد ما نخلطها ملاح في الاخير رح نطفلها كمية صغيرة لتاع الفلفل الكحل اللي كنت نسيت ما حطيتهاش معاكم وهذه السلسة جيب الكثير من بنينة يعني السوخة اللي ميحبوش لسوس بشامل نقدر نعودوها بهذا السوص تجيب الكثير من بنينة رح نتحصلوا على هذا السلسة الجبن وهنايا كما رح نتوفو بعد ما طعب كل شيء يعني الجاشة تعنا طعب والبطاطا والبدنجل رح نايا في المول هنا رح نستعمل هذا المول نحط نصف الكميات على البطاطا في القاعدة ورح نضيف كميات على السلسة الجبن ورح نضيف هنا كميات على الجاج اللي كنت حضرتو كما رحكم تشوفو ما يجيش ناشف يعني يكون فيه شوية على السوس هكذا بش لقاعدة نتعنا ما يجيش ناشف نحط كميات من الفوق نوزحها ملاح كما نقدر هنا نعودو الجاج بلا بيونداشي ولا بالطن كما نقدر نستغناء كامل على اللحوم ويجي بزاف بنين هنا نحط كميات على البطنجل نوزعه كامل من الفوق ونحط الكميات على الجاج اللي بقات لي نحطها هاكذا نحاول كيفاش ننسقمه كامل من الفوق بهذه الطريقة وفي الاخير نحط الكميات على البطاطا اللي بقات ننسقمها كامل من الفوق ونحط ها هنا الكريمة اللي كنت حضرتها نوزحها كامل ونحاول هنا بالملعقة كيفاش ندخل شوية هاكذا ندخلها في الخضر كامل الملح هاكذا باش القاطنا تعنا ما يجيناش ناشف بهذه الطريقة وفي الاخير راح نحط كميات على الجبن المبشور وهنا يا اختيارين نقدروا نستغنعوا عليه بعد ما نكملوا كامل راح ندخلوا للفرن اللي كنت شعلتوا مقبل على 180 درجة ما راح شي يديننا وقت كبير يعني راح كل شي طايب حوالي 10 دقائق من الملتحت وم بعد نشعله من الفوق غري يتحمر واللقاطن تعنا يكونوا عجد كما راح نشوفو هنا بعد ما طاب زيت زينتوا بشوية تعل معدنوس من الفوق وجاب زب زف هايل نتمنى شاء الله تجربوه وصفة يعني سهلة وسريعة ما تشتش بزف ليد ومكوينتها بسيطة هح نقسم معكم باش نشوفو كيفاش جا كما راح نشوفو يعني ما جيش ناشف يجيب زف هايل ومع السلسل اللي حضرناها يعني خاصة اللي ما يحبوش اللصص بشامل هات السلسل جيب زف خفيفا وبنينا وهذه هي الوصفات عنها اليوم من البنات نتمنى ان شاء الله تعجبكم اذا عجبتكم ما تنساوش تجارم للفيديو وتعليق والى وصفة اخرى باذن الله تحلو في رواحكم ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة